من يوم لآخر لا تتوانى ميليشيا الحوثي في استغلال القضاء لتصفية حساباتها السياسية مع الحكومة الشرعية كان آخر ذلك إصدارها حكما بالإعدام لنحو 30 معتقلا في سجونها منذ العام 2016 بتهمة التجسس لصالح دول التحالف محاولات الميليشيا توظيف القضاء لخدمة مخططاتها قبلت برفض أممي واسع لأحكام الإعدام حيث أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رافين الشمد الثاني رفض الأمم المتحدة أي تهم ذات دوافع سياسية مؤكدة أن معظم المحكومين بالإعدام هم من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين إلى حزب الإصلاح المفوضية أضافت أن لديها معلومات موثقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي وغير القانوني فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وتتهم الحكومة اليمنية الميليشيا بإقامة محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى وهو الأمر الذي يرقى إلى جريمة القتل خارج القانون اتهامات الحكومة عقبتها دعوات أممية بضرورة التدخل لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته ميليشيا الحوثي ضد مجموعة من المدنيين والناشطين والصحفيين وفي سياق التهديد بتنفيذ أحكام الإعدام من قبل الميليشيا يرى مراقبون أن جهود الأمم المتحدة لا تزال تقتصر على التنديد فقط في ظل عدم وجود أي مواقف أو تحركات حقيقية لوقف الانتهاكات بحق المعتقلين وهو الأمر الذي لم يتوقف من انقلابها على الدولة قبل نحو خمس سنوات